اليوم ان شاء الله رح ناخد البيوغرافي ووتوبيغرافي كله لاني بسيطة وسهلة واثيرة اصلا. نتخلصها بجائسة واحدة ان شاء الله. المطلوب من هاي الوحدة ما تحفظوا شيء ابدا. المطلوب اني تفهموها بشكل كويس وغالبا 99% رح يجيكم سؤال بامتيحان. اكتبوا اوتوبيوغرافي. يعني نكتبوا سيرتكم الزاتية. تمام? البيوغرافي هو السيرة فقط. يعني نكتب سيرة شخص اخر شخص مشهور. الاوتوبيوغرافي هي نكتب السيرة الزاتية. يعني نكتب سيرة حياتنا نحن. تمام? كل واحد يكتب سيرة حياته. فالتسعة وفسين بالمية رح يجي سؤال بالامتقان اكتبوا سيرتكم الزاتية. بخمس افطر مسلا. تمام? فشو رح نكتب نحن وكيف راح نكتب هاي راح نتعلمه. اول شيء بالنسبة للبيوغرافي. في عنا كاتب اسمه كتب بيوغرافي عن كاتب اخر اسمه طارق بورا. تمام? طارق بورا مشهول جدا بالادب التركي. فاجى كاتب من العصر الحديث. وكتب عنه هاي البيوغرافي. تمام? ابي كتبنا اول شيء حياتي. اول شيء دائما. نكتب بالبيوغرافي. اول جملة اني ولد في تاريخ كزا في مدينة كزا. تمام? هاي اول جملة دائما لازم نكتبها. يعني لما نكتب عن حياتنا كمان. نكتب انا ولدت في تاريخ كزا في مدينة كزا. في دولة كزا. تمام? ازا ما كنا يعني انتم اكيد منكم مولودين بتركيا. فنكتب في مدينة كزا من دولة كزا. هاي اول جملة دائما. تمام? بعدين منكتب عن حياته التعليمية. وبعدين منكتب عن مؤلفاته واسرلري يعني اهم الكتب اللي كتبها وهكزا. تمام? بسيطة جدا. طيب اول شيء تعريف البيوغرافي. ابي انا ادبياتة صناطة بنين دا. والسي قدا هي دا باشق الان دا. طاننمش كيشي لان حياتلانه اللي طلده يازه تريد. يعني هو نوع من اليازه. يعني النصوص. اللي بتحكيينا عن حيات اشخاص طاننمش. طاننمش. شو يعني طاننمش يعني مشهورين. تمام? اشخاص مشهورين في مجالات مت معينة. متل الادب. او الفن. او العلم. او الاحافظة. السياسي يعني. يعني بنكتب قصة حياة اديب مشهور او فنان مشهور او عالم مشهور او رجل سياسي مشهور. تمام? اذا المهم يكون مشهور. ممكن يكون برياضة كمان. يعني رياضي مشهور. المهم يكون هذا الشخص مشهور. ليش يجب يكون مشهور? حتى اه يكون في داقة للناس انه تقرأ عنه. تمام? ازا كتبنا قصة حياة شخص مو معروف ابدا. وما عمل شي ولا عنده انجازات في حياته. فممكن ما احدا يقرأ اللي كتبنا نحن فالزاق لازم تختار شخص مشهور. بس ما رح يجيكم سؤال انتم ابدا اكتبوا اه بيوغرافي عن شخص مشهور. ممكن يجيكم كوظيفة بالمدرسة. بس ما ممكن يجيكم سؤال بالامتي حان كتبوا عن شخص مشهور. لاني بده تحضير كتير يعني. البيوغرافي لما نكتبها. لازم نكون نحن اه مستعينين بمصادر ومراجع متعددة يعني حتى نكتب البيوغرافي لذلك ما رح يجينا سؤال بالامتيحان كتبوا بيوغرافي عن شخص مشهور. طيب بيوغرافي ان حاضر لك اه قريك تيران برياضة يعني لازم نكون محاضرين تحضير مسبق. ولذلك عبا قلكن ما بتجيكم سؤال بالامتيحان. يازار بيوغرافي يجب البيوغرافي كتيران لجلسي يجب البيوغرافي الذين يجب البيوغرافي عن شخص كلها يجب البيوغرافي. أيضا يجب البيوغرافي في محاضرين تحضير مكتب عامتيحان. الارندان اه اركضاش الارندان بالجي توب لار. ممكن كهان نجمع معلومات من اقريباؤه او زملائه في العمل او اصدقاؤه. حقا ده يازم مش يازل لاردان انسيكلوبيدي لاردان جنال اه ستا لاردان باقي لاردان وفوتوغراف لاردان اه يارار لانر. يعني ممكن ايضا نستفيد من اليازار لار يعني الكتاب الاخرين اللي كتبوا عنه الانسيكلوبيدي اللي هي منصوحة علمية يعني في منصوحات علمية او منصوحات ادبية. فممكن نحن نستعين بالموصوعات الشاملة مثل ويكيبديا مثلا تعفوا ويكيبديا موهي. ويكيبديا هي موصوعة عالمية يعني فيها معلومات عن كل الاشخاص موجودة على النيت. والجنال يعني الانترنت والبالجالار الوثائف فوتوغراف لاردان الصور تمام? ممكن نستفيد من كلها الاصص بكتابة سيرة حياة شخص معين. اه بيوغرافيل ده على سبيل الاردان بيوغرافيل ده يعني لازم فيانا صرا تساس والموينة. انجرميه قوموا لانكيشين دوم تاريخي. او الشيء مثل ما أعلمك توب دوم تاريخي. بعدين دوم ياري. چوك لو جائب دفولتو هو، لكي، لانترنت والميهمية يعني م Jointة حياة، حياة المحنيية،欣لقته وميهنيية يعني من النصر لأساره فيه بحياته بم أن تاره فيه. كيسالي يعني شخصي تو شهية خصاصوا، صورة حياة، حياة، شخصية. وغيرق يشدده دوننمة، غيرق من زمنترين Дوناس دوننمت، شفرافين دونمت لمستพبت juntoه ولمستند. ببعضة مثل، صدق فبصا، مية الشعب تأسرمكن دونس به الناترون. نكتب عن التأثيره هو في الحياة والكتب والمؤلفات اللي يقلفها. تمام? اذا التسلسل واضح بسيط جدا. نبدأ بتاريخ الميلاد. بعدين مكان الميلاد. بعدين طفولة. بعدين التعليم. بعدين حياة مهنية. بعدين خصائصه الشخصية. واخر شيء مؤلفاته. تمام? هذا ازا من نكتب عن شخص اخر. وشخص مشهور. وهي ممكن تجيكم وظيفة مثل ما يعني. بس ما بتوقع من بعد هلا يعني صار اصلا الوقت ضيق. الا ازا كان الاستاذ ادبيات او اناس الادبيات المدرسة بيحبوكم كتير. ممكن اه يكلفوكم بهيك مهمة. احنا كتبنا اوتو بيوغرافي. اوتو بيوغرافي راح تكتبوا اكيد. متل معتلكم. مية بالمية راح يطلبوا منكم. اوتو بيوغرافي. بس بيوغرافي فيه ناس بيطلبوا فيه ناس ما بيطلبوا. حسنا. طيب بيوغرافي ده اكتشك في الصعادة. يعني لازم دائما نستخدم لغة واضحة ومفهومة. بسيطة. ما نستخدم كلمات معقدة. اول شيء من استخدم ايكليجي. يعني اول شيء من استخدم ايكليجي. هذا رئيسي. وتسعة وتسعين بالمية من الناس راح يكون ايكليجي. ممكن نستخدم ايكليجي. يعني في حادثة مسلا صارت نحن حابين نذكرها. حادثة مهمة صارت بحياة هذا الشخص. فهي منحكيها حكاية ايكليجي بالقجميز الزمان يعني. وممكن ايضا نستخدم البيتي مليجي. اللي هو الوصفي. في وصف حصائصه الشخصية. كما قالنا هون كسيليه. تمام? اذا الناس راح يكون تسعة وتسعين بالمية ايكليجي. يعني توضيحي. ممكن اذا حبينا نستخدم ايكليجي او بتي مليجي ما فهم شي. طيب. اولا الار. دليل لار دياله. يعني مصر نكتب اي شيء اللي يكون فيه عليه دليل. الدليل من وين نجيبه? اولولي اشوف من وين نجيب الدليل? اشوف من المصادر. كويس. من هدول اللي هدنا هون هون بهذا قسم. من مذكراتو. من يومياتو. من رسائلو. من اصدقاؤو. من اقرباؤو. من زملاءو بالعمل. من هون من جيب الدليل. تمام? بييوغرافيا ازال طرفسز. والكاتب. اللي بيكتاب بييوغرافيا عن شخص آخر. لازم يكون طرفسز. ما بصير يحط يعني كشي سال قرشلاري نهائيا. ما بصير يحط رأيه الشخصي. دورقوه دوشنجلالني اسرينية سطما مالغدر. يعني ما بصير ابدا يدخل مشاعره او افكاره في هذا الناس. الناس ايادي وقائم على ادلة. يعني انا اخده من مجموعة مصادر ومراجع مختلفة وليس من عندي. تمام? طيب. بييوغرافيت بيجرنجلч contained ذلك قيات مولاد وقائدا. اتفاهمA مولاد tuh 1840 حتى ميوغرافين مولاد مولاد. utiliseado £1850 حتى ميوغرافين السنوات. بإطمان اهلا باستهام 307060606060 ودمrigظر عثовые suيظ دقا مهم جرافاه مولاد نشريني للغداعreat العارقاendi كم roster masuk Laser imm 쌀 perfectدرا السور ليجرباء العثم الان ‫حيوال الأهمية العثم در pyramidة الحياط العrias يعتبر اول بيوغرافي بالتاريخ اسمه باراليل ساياطلار واللي كتبه هو كاتب يوناني اسمه لوتروكوس. كتب بهذا الكتاب عن حياة القاضي اليونانيين والرومانيين المشهورين. تمام? في كتاب واحد كتب عدة اشخاصين. وايضا في عنا مجموعة اه كتاب كتب وبيوغرافي طبعا اسماء كتيره لا تعض ولا تحصى. وهذا القسم ما رح يجيكم منه شي ابدا اكيد مية بالمية. هون ممكن يجيكم. هذول اسماء مهمين يعني بتكرره كتير معنا. بتكرروا معنا بالرواية والرومان وتكرروا معنا بالتياترو. اه انه مسلا رجايز ادم حمود اكرم كتب كتاب اسمه اه قدمادان بارقة شاعر. يعني كم شاعر من الشعراء القدماء. تمام? ايضا معلم ناجي. اللي هو اسمه الحقيقة امر ناجي يعني. كتب كتاب اسمه اسماء الشاعر لري. وكتب كتاب اخر اسمه اسماء. اسامي. قد لايسر لري. في عناك كتب اخر اسمه اه ابو الزيا توفيق. ابو الزيا توفيق من حطه غير لون. كتب كتاب اسمه نوميناء دبيات عثمانية عثمانيسي لهون. تمام? بيوغرافية تورين داي عظموش باش ازاي سيلاريتر. اذا في عنكم ثلاثة كتاب. وثلاثة كتب. هدول احفظوهم. ممكن يجي كون سؤال مين الاف? الاسعر الفلاني او كذا. بجمهوريات دونمين ده. في عهد الجمهورية من بعد افسرين يعني. ان سليمان نظيف. من هون? سليمان نظيف. كتب عن حياة مهمة اكف ارسوي. وعن متحد جمال فونطي اك ايضا كتب عن مهمة اكف حياته. ايضا عن مهمة اكف ارسوي. وعن اه. هذا كله طبعا واحد. سيرجيو صناته. هذا كله كتاب واحد يعني. عنا عبدالحاق شنازي هصار كتب اسطنبول في بيرلوتي. يعني شخص اجنبي ايجي زيارة على اسطنبول فكتب عنه اه قصة حياته. وعن ياقوب قدرك روسمن اولو كتب قصة حيات احمد هاشم. اتنينته كتاب مشهورين ومعرفين اصلا. وكينان اكيوز كتب عن توصيخ فكرات. وهذا بنحطر اخضر. ومهمة كابلان كتب عن نامك كيمال. تمام? وهذا بنحطه بشو? بهذا مسلا. ازا كله هو اسم مؤلف واسم الكتاب اللي الفه. تمام? هدول رجزوا عليهم. هم وهمين? هذا بنسبة البيوغرافي. البيوغرافي بدنا نحفظ منه بس كيف طريقة التسلسل كتابة الاحداث ومن هن الاول الناس اللي كتبوا بيوغرافي فقط. ما في شي تاني ابدا. لاحظوا هون يعظن بيوغرافي السين. يعني البيوغرافي الخاصة بهذا الكاتب اللي كتبنا عن اه ياقوب قدرك روسمن اولو. اسمه هلوسي جيتججال ولد في مدينة زونجولدك. طبعا احنا هنه هون كتبيننا تاريخ ميلاده. لازالكم ما رجوا كتبونا اياه. كتبونا ولد في مدينة زونجولدك. ودرس في جامعة كزا. اتخراج كزا. وعمل كزا. واخر شي ما هي اهم مؤلفاته. تمام? اذا بست اسطر كتبيننا قصة حياته لهذا الشخص كله. نحن بدنا بالبيوغرافي شو? فقط الاحداث المهمة. يعني ما بدنا كلشي. بدنا فقط الاحداث المهمة. لكن جيمتين بيامي صفا اللي هو كاتب مشهور جدا اصلا. وبيعرف فعله انه هو كاتب مشهور. فكتب قصة حياته. تمام? فهي اسمه اوتوبيوغرافي. يعني هو بيكتب عن حياته. فهيقول بنيم شعورهم بالفاجعة يعني شعوري انا ولد في ضمن فاجعة يعني. كان فيه مصيبة لما هو ولد. يعني اجعل الحياة نحس الدنيا. يعني. بني كي اصمضاي كان بابا مذكر ديشمسي فاسطة انا يشن دا اولدو. يعني لما كان عمره سنتين هو. خلال اثنانش شهر خلال سنة واحدة يعني. مات ابو ولحو اخو. كمام? دولك تصال بير فاصلة الى هم. كوجاسنه هم جوجونه قايبه دين بير قادنن. هجكر كلاره اراسن دا كان ديما ما باش لادهم. يعني هو بلش هذي الحياة التعيسة. بي بين اه اللي هجكر كلار اللي هو يعني. شو منقول عنه نحن بالعربي. الصراخ. متل هيك الصراخ امو يعني كانت عبتبكي. على فقدان ابنة وزوجة خلال فترة قصيرة. تمام? وبدأ يحكي لنا عن حياته. عبي يحكي بطريقة ادبية يعني ملاحظين. لما بيحكي عن حياته. ما عالبان اه. يعني رقم معين الف وتسعمية وكزا. اه يلن ضدو دوم. اسطنبول ضدو دوم او صفاس ضدو دوم او كزا. ما كتب انه هيك مباشرة. كتب بطريقة ادبية جميلة يعني. يعني بشد انتباه الكاتب هو اه وعبي يكتب كلام حلو. كلام الكلام اللي عبي يكتب انه اه قصة حياته فيه كلام ادبي ومستخدم فيه اه اسلوب شعري يعني. تمام? فلما نكتب انتو طبعا صعب عليكم ان تكتبوا مثل هاد. هذا بده تدريب طويل. هذا الزنمي اديب يعني. كاتب روايات ومسرحيات. وشعر وكزا. فهو يعني ضليع جدا بهذا المجال. نحن حاليا مو مطلوب نكتب بنفس هالمستوى الادبي. نكتب مثل هاد. مثل هاد. مثل ما قالنا. يعني نستخدم لغة بسيطة وواضحة. اما الكتاب العظماء فبيكتبوا لغة عظيمة على قدهم. يعني على قد مستوانهم. طيب تعريف الاوتوبيوغرافي مثل ما قلنا. بيكشين كندي حيات حيكاييسي على طيازة تردر. يعني هي نوع من النصوص اللي بترويتنا حيات. قصة حيات الشخص. تمام? الشخص بيحكي قصة حياته. هو بيكتب عن نفسه. اوتوبيوغرافي لغة عظيمة. يعني من اين ولدت هاي الفكرة? ولدت من رغبة الناس. مثل هاد بيامي صفا مسلا. يعني عاش حياة مثل ما شفنا حياة اه متقلبة كتير فيها مصايب وفيها اكشن كتير. وفي عنده تجربة حياتية. حاب يوصلنا ياها. حاب ان الناس يتعرفوا عليها ويستفيدوا من تجاربه. تمام? فإزان ايمت نكتب الوتوبيوغرافي لما منحب نحن بيكون فيهن التجارب. منحب الناس الآخرين يطلوا عليها ويستفيدوا منها. فنكتب ال owners يمتلكLizi تشرباتية من منحب الناس الآخرين يريضا جزر الأحداث مستحيل يكتب كل تفاصيل حياته بالأوتوبيوغرافي رح يكتب الأشياء المهمة فقط اللي صارت معه. اسرين ده الله تمايا دير كورونولوجيك صرا جزيتي را كيازار. شي يعني كورونولوجيك. ما رأيت معنى من أبنى. استذكره قد قلتنا انو من الدوم بعد الدوم تاريخي وارتن تاريخي هاي كلها بتصير زمان صرا لمصي يعني كورونولوجيك. كويس. بالضبط. يعني تسالسل تمام? لازم نكتب الأحداث بالتسالسل. أول شيء نبدأ من عند ولادته وثم طفولته وثم حياته التعليمية وثم حياة العمل وثم أهم المؤلفات اللي ألفها. اذا كان مألف مؤلفات. انتوا بالنسبة لكم راح تكتبوا اني انتوا ولدتوا في تاريخ كزا في مدينة كزا. دخلتوا المدرسة في عام كزا. وشو أهم الأحداث صارت معكم من الصف الأول حتى الصف التاسع. تكتبوها خلال أربع أو خمس أسطر. حد أقصى. هذا المطلوب منكم. طيب عادة من بيكتب أوتوبيوغرافي. يعني مو أي إنسان بيكتب أوتوبيوغرافي. الإنسان الناس مشهورين واللي عندهم تجارب مريرة في الحياة يعني هادول اللي بيكتبوها 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 بيكتبوها. اه طان مشكي شلالين أوتوبيوغرافي اللي يزل در در من تاريهنا. وشكتو طار. يعني نحن لما بنقرأ الصيرة الزاتية العبية ومصفة. فنحن شو منكون عم نقرأ؟ عم نقرأ عم نستفيد معلومات عن الفترة الزمنية اللي عاش فيها هو. عم نعرف بهذاك الوقت بالتسعينات يعني بألف تعمية ألف تعمية ألف تعمية وعشرين تلاتين للخمسين حتى ألف تعمية وخمسين يعني. شو كانت شو كان الدنيا كيف كانت الدنيا؟ نستفيد هال المعلومات من الاوتوبيوغرافي لهذا الشخص. طيب اوتوبيوغرافي هزان برينجي كاينان يعني أول مصدر ممكن يستفيد منه. الكاتب هو يومياته يعني تمام؟ كمان الكتاب العظماء بيكتبوا يومياتهم باستمرار. انتم مين من كم بيكتب يوميات؟ مين في عنده دفتر يوميات وبيكتب يوميات؟ ولا حدا. مضبوط؟ في هذا بيكتب يومياته منكم؟ كويس. ممتاز. اللي بيكتبوا يومياتهم شو بيفيدهم هذا الكلام؟ او اللي بيكتبوا مذكراتهم مسلا. اللي في عندهم دفتر مذكرات بيكتبوا مذكراتهم او اللي في عندهم دفتر يوميات بيكتبوا يومياتهم. طبعا باليوميات مضرورة نكتب كليوم شو بيصير معنا بالتفاصيل. ممكن بالاسبوع كله نكتب يوم واحد فقط. اللي هو اليوم اللي صار فيه حدث مهم. عرفتو؟ يعني بنقول لك نحنا بنكتب فقط الاحداث الهامة. كمان. ما بنكتب كل شي. بالانلار او بالهاترالار يعني مذكراتنا. بنكتب فقط الاحداث اللي اثرت فينا. يعني كمان الاحداث المهمة. والضروري او نحن نحبين ان الناس تانين يقعوها. ويستفيدوا من هات. تمام? فسواء نجنلوك او انلار او هاترالار. نختار نحن الاحداث المهمة فقط. فالانسان لما راح يجي ويكتب سيرة حياته. ايه راح يجي ويكتب سيرة حياته. راح يكون عمره اربعين خمسين سنة. وراح يكون عنده انجازات كبيرة في حياته. هذاك الوقت بيجي بيكتب اه 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 اوتوبيوغرافي. فبيستفيد من الجنلوك. هاي اول الشهر بيستفيد من يومياته اللي كان يكتبها اه يوميا او اسبوعيا. حياته كايسية زر كان تطور الجنلوك تاني يعرار لنا. يعني بيستفيد من اليوميات لما بيكتب قصة حياته. جنلوك اه تطمامسه. يعني لو ما كتب مسلا يوميات في حياته. ياشده الولايات حترلمك ايشن. جيشمشه دونك عراشترمه يفر. يعني هو ما كتب يوميات. فشو راح يملك بيهر حالي. راح يرجع يتذكر. شو اهم الاحداث المهمة اللي لازم يكتبها بالاوتوبيوغرافي. ايلا بري لرندان واركداش لرندان. يعني ممكن كمان يستفيد يسأل افراد عائلته او اصدفاء او زملائه في العمل. يذكروا يعني. يذكروا ببعض الاحداث المهمة اللي لازم يكتبها اذا كان هو نسيها يعني. طيب. بعض البيوغرافي العلاطة بم تزل دونك. انا نقدم لله SL يصير يحميك انا نقدم والاوتوبيوغرافي. بما بالابقتل والدوني لقدم فيها وفي وقتلها نقدم البيوغرافي العلاطة بم تزل دونك وبعض البيوغرافي. يعني كمان نستخدم الاشيكلايجي ويركليجي anlatım türleri ووتوبيوغرافيلر ازنال bir anlayışıyla yazılır نحن حكينا ب البيوغرافي الانلاتم رح يكون شو بالبيوغرافي ازنال ولا نسنال 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 اما بالوتوبيوغرافي رح يكون ازنال لش رح يكون ازنال لن ينعب بكتبان نفسي فهون انا فين احط افكار الشخصية لما انا بكتب عن شخص آخر ما فين احط افكار الشخصية ازن بالبيوغرافي نستخدم نسنال افادلات اما بالوتوبيوغرافي نستخدم ازنال افادلات ازنال ازنال يعني هون ما بيستخدم النسنال ليش اللي هو يحكي عن نفسه اصلا تمام الروايات والروايات اسمهم اوتوبيوغرافي رومان او اوتوبيوغرافي حكاية يعني هي بنفس الوقت بيكون كاتبها على شكل رومان او حكاية وبنفس الوقت عبيحكي فيها شو قصة حياته الشخصية تمام? فهدول الاسرلال اللي نحن نحكيهم هلا تمام بنحفظهم بنحفظ الاسماء تمام? عبيقولون ان مثلا اوز اطاي كتب بير بلم اذا من الرومان يعني كتب رواية عن رجل علم ومين هو الرجل العلم اوز اطاي تمام? يعني كتب رواية حكا فيها قصة حياته فهي الرومان هي بنفس الوقت رومان وبنفس الوقت اوتوبيوغرافي هي رومان ولكن عبيحكي فيها قصة حياته ايضا يوسف زياء اورتاتش كتب بير حيات رومان ايضا كتب قصة حياته في رومان رواية وايضا بيامي صفا ما عدا قصة حياته كتب دوكوزونجوهاري جيكوشو نحن هيحكيناها بالرومان تتذكروا مهي دوكوزونجوهاري جيكوشو هي رومان وتمثلت كفيلم كما نصر يعني موجودة خريم فيلم سينمائي اسمه دوكوزونجوهاري جيكوشوه ايضا بيحكي فيها قصة حياته نازم حكمات كتب ياشمك جزيل شي بيكاردشين هاي كمان عبيحكي فيها قصة حياته هو ونجيب فضل قصة كريك كتب كتب اسمه كفاقاد عبيحكي فيه قصة حياته وشوكات سوريا ايدمير كتب سويو اريان ادم الرجل يبحث عن الماء يعني هو نفسه ها دع بيحكي عالو ازا هدول اهم الاسماء اللي كتبوا روايات وهاي الروايات هي بنفس الوقت رومان بنفس الوقت اوتوبيوغرافي هاي الاسماء مركز عليها تمام اذا في شغلات تانية بتشبه البيوغرافي والاوتوبيوغرافي يعني بيقولنا متل المونوغرافي شو يعني مونوغرافي شو فرق بين المونوغرافي والبيوغرافي اندلو بيحكي حياتنا كشي ليني اسر ليريني بشار لارنو ايرنت لاري لا ازغون اولاراك الى قلب انجليين جنيش قبصان لاراستر ما يازي صدر يعني المونوغرافي هي عبارة عن بحث واسع جدا يدرس كل ما يتعلق بشخص مشهور من حياته الشخصية الى خصائص نفسيتو الى کتوبه الى تفاصيل نجاحو الى آخره منغرافي لاررキسي لها يعني صرا هرانجي برولاي كونو صوران يزرین دا يزر اللي الفرق بين المونوغرافي والبيوغرافي شو الفرق بين هم ان البيوغرافي منحكي فيها إنلو بير قشي إنها هياة الهيات الوزر إسرعيني بشارة الى ايرضال الى ازغون اوغراك هذا السطر الأول ينطبق على المونغرافي والبيوغرافي الشيء الجديد الموجود بالمونغرافي ومو موجود بالبيوغرافي هو إن المونغرافي منحكي فيها أولايلار منحكي فيها جنال كونولار موضوعات عامة يعني مو ضروري نحكي عن هذا سورون وبو سورون لارن تجزم لاري أو أنيري تجزم لاري يعني ممكن نطرح مشكلة ونطرح أيضا اقتراحاتنا لحل هاي المشكلة هذا الشيء الزيادة اللي موجود بالمونغرافي وليس موجود بالبيوغرافي الأزجاج مش أو السي في السي في هي عبارة عن صفحة واحدة فقط بتكون صفحة واحدة هاي الصفحة الواحدة نحن بنعملها عن أنفسنا نحن تمام؟ أنا مثلا حابب أتقدم لعمل معين فما بس بعمل سي في أو يعني سيرة ذاتية كمان اسمها بكتب فيها اسمي وتاريخ ميلادي وتحصيلي التعليمي وما هي مهاراتي وما هي تجربتي في العمل العمل اللي أنا رح أتقدم له تمام؟ قبلنا حيرا نجيبي الكوروم آآ ملفز عن حياتي ما هي المراحل الهمة في حياتي ما هو مستوى التعليم اللي أنا حصلت عليه ما هي أهم مهاراتي مسلا أنا بعرف أشتغل على الحاصوب بعرف لغة انجليزي فبكتب هال آآ معلومات تمام؟ بكتب ما هي تجربتي بهذا العمل لنفترض العمل محاسبة فبكتب أنا اشتغلت لمدة ست أو سبع سنوات في شركة فلانية محاسبة تمام؟ اذا كان عندي هوايات بكتبها كمان اذا عندي مواحد بكتبها فهذا السي في أو من أجل التقدم إلى عمل معين الهال ترجميسي ترجمة الأحوال يعني اسمه اسكي ترك ادبياتنده أزجيش مش إذ اللي تشامتي اللي راب فريلان اسمدر يعني في الأدب التركي القادم الدولة العثمانية كان اسمه هال ترجميسي وهو بعدين في الأصر حديث سار اسمه أزجيش او سيفي يعني هدولك نين هنين نفسون بطبط بس واحد كان مستخدم في الدولة العثمانية وواحد مستخدم حاليا في تركيا cumhuriyeti يوم الوصول ، يوم الوصول على البلد كتاب مستخدمين الوصول على البلد كتاب مستخدم تمام? يعني منجيب كاتب او شاعر مشهور. بنختار شو نحن عجبنا اكتر شي من مؤلفاته. وبنكتب عنه نص قصير. فهذا اسمه بورتري. تمام? يعني ما بنكتب ولداء في تاريخ كذا في مدينة كذا كذا كذا. لا. بس بنجيب هذا النص او هذا الكتاب او هذا الشعر. و اه منكتب عنه بطعة اسطر او نص صفحة يعني. تمام? يعني بيكون قصير. وظل عنا فكرة اخيرة اسمها تذكيره. مثل هون اه مسلا مرحوم سلطان جيم. كيتبين عنه تذكيره. شو يعني التذكيره? التذكيره هي اه لما بنكتب كمان مثل البيوغرافي ولكن بنكتبها عن الشعراء. تمام? فهي اسمها تذكيره. أبلو انه اسكي ترك إدبعياتيه باستشاعره. او مرحوم سلطان جيمة. تذكيره هي عبارة عن بيوغرافي. تمام؟ نفس البيوغرافي ولكن كنت مستخدم في ال الادب التركي القديم. يعني في الدولة الغزمانية ودولة السلاجقة. عن الشعراء. المعماريين الخطاطين. او الفنانين او الدباء المشهورين. يعني تمام? مثل مرحوم سلطان جيم مثلا كتبه من? اللي كتبه اسمه اه حسين ايان. كتب عن شخص مشهور كان قديما يعني. طيب تذكيره تورنين كهكيني اسلام تاريخ تليرين او شتودو طبقات اه ديفريلان كيتاب لرا دايانر. يعني من وين اجت هاي التذكيره? اجت من مجموعة كتب كان يطلع عليها اسم كتب الطبقات. هي كتب الطبقات كان يكتبوها المؤرخين المسلمين. تمام? في زمن الدولة الاسلامية. يعني قبل قبل الدولة العثمانية وقبل دولة السلاجقة فيه. اهد الامويين وعهد العباسيين كانوا المؤرخين المسلمين يكتبو كتب اسمها كتب الطبقات. يذكروا فيها اه معلومات عن الادباء والناس المشهورين في زمانهم يعني. كان اسمهم الطبقات والاتراك اطلقوا عليها اسم تذكيره لاني بتذكرنا بشخص مشهور. بو كتاب لاردا حضرة محمدين هيعطي في حديث لرينا. تمام? اذا الطبقات شو فيها? اول شي فيها احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والصد يعني سيرة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الاشخاص المشهورين اللي يعتبروا يعني مثال ممكن يقتضي فيه الناس في المجتمع. الصحابة او التابعين او الناس مشهورين يعني تمام? طيب ترك اذي بياتندات تذكيره ترين ده يظلمش ايك ايسر يعني اول ايسر يعتبر اه تذكيره في الادب التركي هو الاشير نفائي كتاب اه كتاب اسمه اه مجالس النفائي يعني مجالس النفائي اسمه. الكتاب بالعربي مكتوب يعني اسمه مجالس النفائي تمام? هذا يعتبر اول تذكيره في تاريخ الادب التركي. فهاي المعلومة النفائي نفائي او الناس و تذكيره مكتوب في التركي فيه مكتوب بسرعة كتابة للمقادمة بجينة الاسل بلوم بو بولم دا شايرلين حيات حقاياتي ادبي كشيلي ويسانات حقان دا بلقي يألر اسرلين دا ارنك دا برولر اذا هون بحكينا عن اهم مؤلفات هذا الشاعر او هذا الكاتب المشهور واخر شيء فيانا هاتمة يعني الفاتمة اللي هي يعني السنوط مقدمة واسل بولم وحاتمة التذكرة اذا تتكوى من هذي الثلاثة اقسن الهاتمة بولم تذكيرلين صنوطة ايه علان صنوط بولمدر المحاتمة هي السنوط تمام بو بولمده تذكرة يظرر اسرين يظرر كان قرشلاشته سكنتلار علاتر ايلا اخره ايما بهم لا اذكر اذا بهم لا نحن نعرف ان التذكرة تتكوى من ثلاثة اقسن مقدمة واسل بولم وحاتمة وبنكتب فيها عن طبعا مو انتو راح تكتبو فيها يعني اللي كتب التذكرة كان يكتب عن ادباء وشعراء مشهورين في الدولة العثمانية او الدولة السراجقة تمام يعني في الادب التركي القديم بشكل عام تركي دبياطنداتشوكسايدة تذكرة يعز المشتر هون في عنا كمان اهم التذكيرالار في الادب التركي فهدول كمان اذا بتركزوا عليهم تحفظوهم بكون كتير ممتاز اول شيء في عنا كاتب اسمه اللطيفي كتب تذكيرات الشعراء تذكيرات الشعراء يعني وعنا اهد احمد چلبي كتب قلشاني شعراء وعنا كاتب ايضا اسمه بير محمد عاشق چلبي كتب مشهور شعراء وعنا قنال قنال زادة حسين تلبي ايضا كتب تذكيرات الشعراء وان الشيخ الاسلام احمد عارف حكمات ايضا كتب تذكيره فقط وان محمد توفيق كتب كافليه الشعراء تمام فنلاحظ دائما فيه كلمة شعراء شعراء ليش فيه دائما كلمة شعراء شعراء لان تذكيره مثل ما قلنا يعني مختصة بهذا المجال تمام يعني التذكيرات تعتبر بيوغرافي ولكن مختصة بالشعراء اللي كانوا عايشين في زمن الدولة العثمانية او دولة السلاجقة والاسماء مثل ما شفنا يعني ديليشين الشعراء والتذكيرات الشعراء ومشاعر الشعراء وقافلي الشعراء فالاسماء هذول ما في دائما تحفظوا ونحفظوا لاسماء المؤلفين فقط مثلا مين من المؤلفين القدماء كتب تذكيره من قول لطيفي واهدا احمد تليبي بير محمد عاشق تليبي وكنال زادة حسان تليبي الشيخ الاسلام احمد عارف حكمات ومهمة توفيق تمام والهون كون خاصين تسقط مشوالله راح ناخد هاي القاعدة